تم إعلان نتيجة التنسيق القبول بالجامعات واقف أنا أمام بعض النسب الحد الأدنى لدخول كلية طب جمعة القاهرة 98% و18% يعني نقربها شوية 99% ده يطرح أسئلة كتير أوي يا أخوانا مين هو الجهبس اللي بيجيب في بلدنا 99% أنا شايف إن إحنا لازم نعيد تنظيم مسألة الدرجات لأن أولادنا بيتصوروا لما هم بيجيبوا 99% إن زويل جنبهم ولا حاجة إحنا بنعمل مشاكل نفسية للطلبة دي بدليل 25% من اللي بيدخلوا كليات الطب كل عام بيرصبوا في السنة الأولى لأن الكلية حاجة دراسة علوم الطب في جامعتنا حاجة وإنك كنت في السنوية العامة حاجة تاني السنوية العامة هي مجرد معلومات لو أنا مدرس محترف أقدر أعبيها في دماغك وبتروح تكتبها في الورقة وشكرا لكن هل معقول أن إحنا نوصل لأن كلية طب تاخد 99% طب عمالقة الطب في بصر لو أنت سألتهم أنت دخلتوا بكام هيقول لك بأرقام أقل من كده خالص بـ 75% مثلا في الستينات والسبعينيات لكن إحنا كده بنعمل مشاكل لولدنا مين اللي أنا وجه له هذه الرسالة هل ده ندرى في أماكن كليات الطب في الالتحاق طب إحنا عارفين أن مجلس الوزراء واخد قرار بعدم منح أجازات للأطباء العاملين في القطاع الحكومي ليه؟ لأن عندنا عجز طيب مجلس الوزراء مستهدف أو الحكومة مستهدفة إنشاء عشر كليات جديدة للطب طب ليه ما فتحناهاش؟ ليه ما قللناش المجميع؟ لأن إنت لو إنت فتح عشر كليات طب أكيد الحد الأدنى للقبول هيتراجع شوية ربما يكون عرض وطلب لكن أنا شايف إن إحنا إن إحنا بنعمل مشكلة لولدنا في هذه المجميع غير المنطقية غير المنطقية يعني مثلاً لما يجي يقول لك كليات الإعلام هتاخد من فوق الـ 95% فلتبوك تسأل سؤال ده مين الودي الجهبس بقى؟ اللي داخل كلية إعلام بـ 95%؟ ده هيطلع إعلام كبير أو كاتب صحفي كبير أو أو وتطلع بيقابلونا وبيطلبوا مننا أنا وبقيت الزملاء في الشاشات الفضائية أو الإزاعة والصعوب إنهم يشتغلوا ويتدربوا بس ما بتلاقيش عنده لا فكر ولا معلومة ولا حاجة أغلبهم طبعاً يعني شايف فيه ظلم ظلم كبير الدولة أو الحكومة أو النظام التعليمي بيرتكبوا في حق أولادنا هل ممكن السرخة دي تصل لأذان المسؤولين بحيث العام القادم تعود الدرجات إلى قيامها الحقيقية إن الأول على الجمهورية يجيب 85% يعني إيه الأول على الجمهورية يجيب لي 100% أنت عارف يعني إيه 100% عارف يعني إيه 100% يعني جاب في موضوع التعبير اللي هو الإنشاء الدرجة النهائية طب لما هو هذا الشاب الصغير 17 سنة جايب الفول مارك في موضوع التعبير الإنشاء إما لنا جيب محفوظ يجيب إيه إما لطاع حسين وعباس العقاد لما يكتبوا موضوع إنشاء ولا توفيق الحكيم هيقولوا إيه لما أنت تضي لشاب صغير الدرجة النهائية في التعبير مفروض مثلا إن ما فيش أي طالب سنوية عامة في اللغة العربية يقفل الدرجة النهائية على الأقل على شاب موضوع التعبير لازم تسقط منه درجة درجة دي إحنا بنظلم ولدنا بنظلمهم ظلم بين ولدنا الأوائل دول بيتخرجوا من الجامعات مولاية كما خلقتني مش هيبقوا نبغين هم متصورين إن ده النبوغ والنبوغ في التعليم الجامعي والحياة ما بعد الجامعة حاجة تانية خالص فرفقا بولدنا أعيدوا تصحيح منظومة التعليم تحديدا فيما يتعلق به الدرجات هل أنا كده بجأ أقولك قدي لولدنا متحانات سنوية عامة صعبة أنا ما قلتش ده طيب ما إحنا كان عندنا متحانات سنوية عامة أنا فاكر في منتصف التمانينات أنا جيب 86% ودخلت كلية إعلام وكان مجموع يسمح بدخول كلية اقتصاد وعلوم سياسية كنت قادة بي بس غاوي إعلام أو غاوي صحافة من صغر واشتغلت صحف وهكذا كانت هي دي المجميع لكن إيه الطفرة اللي حصلت دي وبقى في 100% أو 102% ده كلام يعني ما يدخلش عقل ده أنت لو جبت أي كائن فضائي عد على البلد دي وشاف إن الحد الأدنى اللي يدخل كلية طب 99% هيدحك علينا الكائن الفضائي ده مش هيدخل ابن كلية الطب عندنا يقولك ده ناس يعني عندنا مشاكل يعني